ازياد الطلب على الدولار في السوق السوداء من قبل بعض التجار أحد الأسباب الرئيسة الذي أدى إلى ارتفاع العملة الصعبة إذ يرجح اقتصاديون ارتفاع الدولار أكثر خلال الأسبوع المقبل حديثهم والشغل الشاغل لهم وارتفاع قيمته وطرحه للدنار المحلي أرضا مشكلة تؤرق العراقيين ولا حلول حكومية وسط عجز كبير للأطراف المعنية بشأن الاقتصاد والمال في البلاد والترجيحات تمضي نحو ارتفاعات جديدة بالسعر الصارف قد نشهدها الأسبوع القادمة الناس عسنة واحدة لإحسن للأخي أنا بالنسبة لي سواء الأسبوعين تقبل الله العظيم تجي أيام ربع دينار ما عندي بالبيت الله شاهد بسبب الدولار وشغل ماهو تعبان مو ذاك الشغل مو ذاك الشغل وياها وياها الناس لا يحسون التمن بيش زياد بيش زياد بيش زياد كله غالي زين انت هاي شلون؟ أنا هاي موظف راك بي أربعمية وخمسين لك هاي سلمت مية وستعاش قاصي المال لسلفة زين بشربك بيش واحد يعيش؟ بيش يعيش رحم الوالد قد هاي دولار مية وستين هاي الحاجة تجيب هاي سلزادة كله كلتا زياد خمسة لف ستة لاب وما جاي يمشاك والله ما جايش محيش تري حذاب خمسة محيش تري هو الوضع حاليا بيناس بتشاء مهواية حقها كوصا لو الدخل المحدود أهل الرواتي بأهل فحق يعني لا ينزل راتبا الثلاث للنص طبعا يتشان لا مصانع ومعامل منذ سنوات والقطاع الزراعي بإنتاج محدد هذا الأمر جعل التجار يعتمدون على الدولار لشراء السلع والبضاع والمنتوجات الغذائية وتوريدها للعراق وهو سبب آخر أدى لارتفاع الدولار بسبب الضغط عليه في السوق السوداء من قبل التجار الرغمين بالاستيراد من أجل إشباع المواطن العراقي من أجل تلبية حاجات الشعب العراقي من أجل إرجاع طبقة البيض مثل التالاف أربع تالاف دينار يجب على الدولة العراقية أن تقوم بعلاقات جيدة وتزاوج في العلاقات مع البنك الفيدرالي الأمريقي من أجل إشباع حاجات الشعب العراقي نحن سابقا كل الشعب العراقي يعرف أنه سابقا كان عندنا إنتاج وطني وكنا عندنا اكتفاء ذاتي وبنفس الوقت كنا نصدق حتى الدول تأخذ من عندنا لكن الآن العراق محارب من كل الجهات يعني الدول جوارت حاربة حتى ما تخلي يكون عندنا منتوج وطني بنفس الوقت الامبريالية الصهيونية الأمريكية دات حاربة إذن العراق يمر بأزمة خطيرة وينتظر العراقيون حلولا سريعة من الحكومة والجهات المعنية باستقرار أسعار الصرف وإنهاء المشاكل الاقتصادية المتعلقة في البلاد من بغداد حيدان صيف قناة الرامعة